موسيقى موسيقى احنا توا وقايت نبديه في الغسات سالي متاعنا متاع التبقر اسي اللي هي قلنا بش نعملوا مقلوبة بذنجين باللحم اللي هني اول حاج عملتها قسيت بصل شوية بصل جوايد للبرغ اللي بش نستعملوه في وسطها دونك حاتيت البصل في شوية زيت واذا البرغ اللي خديت البرغ للجوايد مش نحطوه يتقلق شوية مع لفاحات انا اخترت بيسكو هي اوكلة اصلها شرقي بش نحط شوية قرفة عود قرنفل بش نحطو شوية ملح بش نحطو شوية بالكل في الفلاك حالي هذو ما يتمرقو شوية وبعد بنفس الكيس بش نحط كيس وربوعة كيكا ميدة فيه هذي بالنسبة للبرغل خليوا على يروحوا الهني الهني اخديت زيته في الطنجرة متاعي حاتيت شوية بالكل زيت بش نحط الطرفي اللي بصلي هذو ما وعننا هذي الحمم بتاعنا كيما قلتلكم نجمو نحطو جيج ونجمو نحطو الحم مفرو نحطو الحم بش نفوحوه بش نحطو شوية بالكل ثوم كيف كيف بش نزيد الثوم للبرغ اللي هني الحم نفوحوه ملح بش نحطوه شوية أعشاب مرحية كيما يعني كليل وزعتر ورند ونحطولو شوية فلفل أكهل بش نخليوهما كيكا يتقليو ومن بعد بش نمرق ونخليه يتصيب في الماء الماء هذي كمتاعو نجمو نمرقو بيه البرغل نجمو يعني البرغل تاوا نطفيو عليه ومن بعد نهزو منو شوية نمرقو بيه يبنن برشا يعطي القومتاع الحم فسط البرغل دوبلي يتقلى شوية بش نحط له الماء وهذو ما لوبرجين متاعنا كيفش بش نقصوهم من اللحظة نحاولو نشريوه اللي يبدأ أطول أكثر بش يعاولنا أكثر مبعد في البلاء في الزينا يعني ممتاعو بيهكي منها كية على طولها نقصوهم في الشكل هذي هكا بش نقصوها لكلها في الشكل هذي وبش نقليوهم في شوية زيت يعني مش بالضرورة يكون الزيت غارق ونقليوهم نجمو جزت نحطو في المقلة متاعنا شوية زيت ونقضو كل مرة نقالبو فيهم حتى اللين يتيبو ونبعد بش نستعملوهم كيفش بش نعملو كما نقولو التبق متاعنا انو الفم بتاع التنجرة وإلا البول بش نحطو الوبرجين ونبعد بش نحطو البرغل وبش نحطو الحم كلو بالترتيب بش يعطينا منظر مزيين برشة في الغلاخر متاع البلاه هذي هذي الحم كما قلتو لكم ديكو يتقلى بش نصبلو المي والبرغل بش نهزو شوية ع النار بش ديكو الحم يتقلو متاعو في المي بش نمرق بيه هذي بالنسبة للغسات اللولة السالي اكيد ونرجع لكم شوية اخر نوريكم بقية المراحل متاحا ونبعد في الاخر نبديو بعضنا زيدة اصلاتها متاع العدس هذي ان شاء الله هيكون كل شي واضح وهذي الباتل هنا قاعدة تخمر نرجعو لها شوية اخر نوريكم كيفش بش نعملو اللي فوق متاع الدوناتس وتوا نرجعو الانيس البلاتو الرئيسي محليها الارويح الهوني احنا راهو تعرف نجيوا على قهوة السباح ودخلوا للبلاتو وسابرين تعمل فينا بالروائح لبنينا وجميلة تبعوها واينا نقولكم الجودة بإذن الله مضمونة في البلاتو هوني مانش نبعدو برشة على جو الميكلة لانه صحتنا يبدو وانه في جزء كبير منها وطوى تصلح لي ضيفتي في علاقة بالميكلة اللي ناكلوها صباح الفل والياسمين اهلا وسهلا ديك مرحبا يا عيشك صباح الخير صباح النور مرحبا يا عيشك قل لي كلم يسليح ولا ليسا يعني احنا نقوله العقل السليم في الجسم السليم الجسم السليم في جزء كبير منه بالغذام تاعنا بما نتناوله ولا لا اكيد كنقوله كنقوله الجسم نقوله المناعة نقوله اعضاء الجسم الكل بتبيع عندها علاقة مباشرة بالميكلتنا وشنوها احنا ندخلوه لبدالنا معناتها اكيد معناتها موضوعنا اللي اخترناه لليوم لحقيقة يهم شريحة كبيرة من توينسا اللي يعانيوا من القولون العصبي انا قدمتوا هكا بس نسهلوه على الناس على عامة الناس شنو هنقصته نقوله كورون عصبي او الكولوباتي فانكشونيل هي نوع متاع وجاية يجيوا على مستوى الغاليذة الواحد بعد ما يأكل يحس انتفاخات يحس غاز يحس هم كاريما وجاية على يعني نجموا شابهم دي كرامب كاريما يجيبوا يعني عبارة على دي كرامب في المصنى الاخشينا الحقيقة يقلقوا يسر يعملوا برشا وجايع يعملوا غاز يعملوا مفاخ بالحق العباد يتتقلق برشا بعد الماكلة دونك تحس تعكر كبير وما تعرش روحها شنوع يعني كيف يشتجم مع انت تتخلص من وجايع هذه اللي هي معناتها تتقلق الحقيقة يعني هو كمرض احنا خلينا نتوقف عند الاعراض كالنجم نقوله يعني برشا ناس عندهم المشاكل الهذاية المشكل هيدا لكن ما يعرفوش يشخصوه وحدهم ويقعدوا يعنيوا الفترة ما يمشيوا جتولت بيبسيح ولا ليه ووقت اللي يمشيوا يعرفوا اللي سبب هو هذا دونك شنو اهم العوارث كان نجمو نقوله الاعراض اللي كيف يبدأوا عنا ننتبهوا ونعرفوا اللي احنا معنيين بموضوعنا لليوم دونك الاعراض كيما قلت انت احنا العباد ما تفهمش تقول لك غاز اهوي تخلي شوية دونك تحقروا من الول اما وقته شنقوله اللي هو يسجيده فهما مشكلة في الكولان وقته تفوت ثلاثة شهر ستة شهر وديما متواصلة لوجيا دونك هنالي مش مجرد غاز عابري فهما مشكلة لهنالي يجبنا نشوفوها دونك اول حاجة تبدأ بغاز تبدأ بمفيخ تبدأ بكرش ديما منفوخة ساعات واحد يقول لك نبدأ كرش بلاد في سا في سا ناكل من هنا كرش يتخرج معانتها عبارة تولي كين منفوخة على الاخر دونك انسيخ وبرشة يربطوها بالميكلة يقول لك معناها نحية البقول نحية نوعية من الأكل معناها يعيشوا حيرة عشقتلك تطويل بهم ساعات المدة بش يمشيوا يعفو سبا هذك عليش لزم ينشخصوا معانتها بش عارفوا الميكلة اللي كغيمة لازمها بتمشيش معهم لازمهم ينحيوها دونك الأعراف كيما قلنا جاز انفيخ بالنمو تولي فما شكون اسهيل فما شكون تبدأ عنده اسهيل فما شكون القبض امسك وفما شكون حتى تزوز ما بعضه مرة اسهيل مرة قبض مرة يعني كش وتمشي مرة قابضة كيف كيف كيما قلنا دونك الوجيع بصفة عامة لدولاغ المتراكمة وجيحة في الراس الشقيقة تتحير اخوات الدايرة دينوزي هذا الكل يجي ونحن رأيه الامعاء الغاليذة نقوله هو الوديزيام سيرفورة ومهم برشة برشة في جسم امتاعنا رأيه وبعد العقل يجي الامعاء الغاليذة رأيه مهمة برشة ايو هذا قلق كبير طوك يتقول لي قلق بالحجم هذي معنا بالحق يقلق بدن كيملي فرعس خلينا نقوله بتوسي بدن كيملي هو يقول لك مرض مهوش اختير اما يقلق يسر في الكاليتة دوفي صور انتي واحد مثلا يبدأ البره مشكله في غيستغان حاجة يعني الوجيه يعجيها يعني فجأة ما هوش محظر لها بشي تقلق يسر سوخت واحد يبدأ مسافر ولا بعيد ولا على سفر دونك بالحق تقلق يسر هي بالنسبة للانتفاخ يعني نعرف شكون بالحق معناها في يشكون المرض هذي يقول لك راهو سوخته هي معنا سيدة تقول لك معناها بالحق انتفاخ اللي اينا نتقلق معناها اخطى الحرج والاحراج انه واحد كرشو القدامه ولكن يحس انه غير طبيعي مع ما يعمل وصحات يقول لك مين يكلش ولكن عندي الانتفاخ هذيك اكيد هناك كما قلت هو يقلق برشا ويوصل حتى يشده دي كرامب ودك خيز ويمشي حتى للاستعجيلي معناتها يوصل بي حتى يعني وقت ليهو مش فيق وقعد باقي يكل في الماكلة اللي تسبب له في المشاكل هذي نطبط بيعة ولي تهز حتى الاوجاع كبيرة باشا وتهز حتى كما قلنا الدك خيز ولي تدخل طبي مع انتها يكون لازم لازم اي احنا احنا خلينا ملا نشوفه شنو نرجعوا على الاسباب شنو ورايك نرجعوا على الاسباب شنو ولي خلي الناس يشكيوا من مرض هذا دونا عن الناس اخرين هو الاسباب الحقيقة فماش اسباب يعني محدد للحاجات هذي قدمه ليجيان دو فيب سفا عامة بيطبيعة الماكلة الماكلة عندها دور كبير برشا يعني فمع بيد عندهم حساسية الانواع معينة متاع الماكلة هذي قدم يجنبوها دونك هذا السباب الرئيسي كتب دا الماكلة مهاش منتظمة بالنسبة ليهم اي مثلا حساسية لشنو ومدين ما احنا حكينا باش النجم نخصص اكثر نسيط اكثر زيد الناس اللي تسمع اي فمع بيد عندهم انتوليرانس والاكتوز مثلا اللي هو السكر ينقاوه في الحليب كي يوحد يشرب كيس حليب يتنفخ بالوقت يتقلق برشا دونك هني لانتوليرانس والاكتوز حليبو الا مشتقاتو ايضا الحليب ومشتقاتو الحليب اكثر لك مشتقات الحليب خاتتا دب دا دي جانب تخمرها ميش بش تخمر على مستوى الامعاء الغريض ما تقلقش توكي ما يقولو جبن ولا الياغورد ما يقلقوش قد ما يشو بكيس حليب خاتر الحليب هو اللي بش يتخمر يقول القائل اللي عندهم المرض هذي بش يعاوضوا في طور صباح مثلا قهوة حليب هني لازم يجنبوا الحليب كاريما هني ما فاميش يعني لازم ينحي الحليب كامبليتما بش يعاوضوا بكعبة يغورد ولا ترفي جبن ولا ترفي جوتا هكيكا ما تقلقش وقهوة كحلة هني معاش بشيخ وقهوة حليب بالكل العصائر ممكنة ايه العصائر ما تقلقش بان هني احنا سدول الاليف هدو بش نحكيو على حاجة اخرى عبيد اللي عندهم جاني غالما هني المصنع الخشينا تلقاهم ميزم همش يكلوا بش أليف دك احنا في العادة نقولوا لازمنا ناكلوا أليف بش تسهل الطبيعة والأليف بيها دك هني في العبيد هذو سي كاريما العكس معنتها هني هو وقت اللي احنا الريجيم فيه دو فاس بيه نبدو بالفاس اللولة اللي هو الواحد وقته متقلق وعندو انفاخ برشة دك هني شو بش نعملو الريجيم هو اسمه الريجيم سان غزي دو واللي هو الغيجيم بيش يقوم على انه نحطوا الأمعاء الغليزة انغبو بش راتحوهم بيه كي بش راتحوهم بش نجنبو بش نجنبو الالييف الالييف هذي بطبيعة كما نعرفو بش ننقواها في الخضرة ننقواها في الغلة ننقواها في البقول الجيفة دك هذو من الكل احنا كم رحلة اولى تواب ما انت نقولوا احنا الفاس هذي ما دومش برشام دوم تحكية اربع اسابيع نقولو شهر حتى ينراتحو هكي المصنع الخشينا لازمها ترتاح بالكدي وبعد نبدو ندخلو تدريجيا في الالييف هذو ما الالييف خطا كما نعرفو كي توصل على مستوى الأمعاء الغليزة بش يصير التخمر متاحة وهذا هو ليتزدي على مستوى الأمعاء الغليزة بش يصير التخمر متاحة وهذا هو ليتزدي وإلا الأمعاء الغليزة المتشنجة هذي وهي خاصة من أسبابها سيدة الاستخيص نزمنا هنا بش ما ننسيش استخيص رو من أكثر حاجات يشيع زي دا أنه الغش والنربيج والسترس يعمق شوية يعمق تووينا نحكيه على العصاب في المعدة وعصاب في المصنع الخشينا يعني برشع بيت كي تبدأ ستخيصي وبنرفزة تشدها ديك خام في المعدة وكيف كي في المصنع الخشينا يعني العباء العبد كي ما يكون متشنجة على العصاب ونقولو احنا راهو الأمعاء الغليزة بش تكون على العصابها ومتشنجة كي ما حالتها هي بالبرد بالضبط وتوت فهمت أكثر وقت لي قلت لنا الأمعاء الغليزة هي دوزيام سيخفو هي المخفيني تشنجة تتمثل مخف وتمثل الأمعاء الغليزة أول حاجة بالحق لذا نبعده على ستخيص كمبليتما وهذا تنزيد ونحكيه في العلاج معنا بالحق نبعده على ستخيص كمبليتما نرجع للفاز قلنا الأولى اللي هي بش نقسم الأليف به أول حاجة بكلتنا بش تكون بالنسبة للخضرة بش نبعده على الخضرة النية بالكل في المرحلة الأولى متعريجية عكس اللي نقوله في العادة الخضرة لازم تكون طيبة لازم تكون فورة ولا مصموطة في الماء الغلة كيف كيف معنا رجيم خاص رجيم غذائي خاص للمرضى هذو ما رجيم غذائي خاص خاصة في الفازة الأولى اللي هي تبدأ متقلقة يا سمسانة لخشينة بشبتها للأمعاء وبعد نبدأ ونستعب شوية بشوية في الرجيم الحمية الأولى قلنا الخضرة الكلي طيبة مصموطة مش خضرة نيبة بالكل كيف كيف الغلاء لازمها النحي والقشرة متيحة ونطيبوها تكون صفاهم دو كمبوت ما زيدوش السكر بطبيعة هنا بش نبعده على التوسكية حاجة داسمة لفياند الكل الحمية يجب يكونوا يعني الحمية بيضاء يعني نبعده على الحم الأحمد نبعده على العلوش نبعده على الكبدة نبعده على الحاجات الداسمة نبعده على الحوت مسموح به الحوت لابيض مش لازرق هنا العكس اللي كنت دار نحكي وعليه هنا عليش قلتك مختلف فراه هنا الحاجات لابيض ماذا بينا الحوت لابيض نبعده على التون والسومان والماكر وكل شيء خطرهم يفيهم غريس التون كيف كيف وكل هنا هذا بالنسبة للحمية بالنسبة كما قلنا الحليب كان مشتقات الحليب ريغوتا ولا الجبن هنا الأجبن الكل يجب يكونوا أقل من 20% داسمة نبعده عليهم كيف كيف الكرام فريش وكل خطر فيها متى غراس دونك اليغورد يجب يكون كل 0% داسمة كذلك هذا بالنسبة لحليب ومشتقاته بالنسبة للبقول نجيوا بتبيع هايك الكل بش نتفيدوهم نجيوا للبقول وبعد الخبز لو تسمح لأنه حتى الخبز يبدو أنه زيدا يزمن نوعية خاصة من الخبز بالنسبة للبقول شبعدوا على البقول الكل الحمص الجلبانة العدسة في المرحلة أولى شبعدوا عليهم خطر ينفخوا بالنسبة لكي ما قلت الخبز الخبز ولا هنا الخبز بش نقوله أحنا متكلوش الخبز الكامل كيف كيف على العكس ما في ننصحه خطر الخبز الكامل ياسر فيه أليف الخبز القمح أو الشعي وهما قلنا هنا الأليف بش تقلقهم دوك هنا بش ياخدوا خبز عادي أبيض وإلا مخلط هنا يعني يكون كل يشتر شتر معنا تشتر أبيض اشتر مخلط شوية ويكون أحسن حاجة يكون بيسكوت مبشمت وإلا بيت هنا الخبز السخون اللي ناخدوهم الكوشة يبدأ سخون وناكلوه هراه ياسر يقلق ويسر يتخمر ويسر يعمل انتفاخات وإحنا ناكلوشتر الباكيت قبل ما نروحو للدار كي نبدأوا مخدين باكيت سخونة بالكوشة لأنه نحسوها بالحق بنينة وهشوشة وتتجرمش والكل ضغط في عادية التويسة هذي هذي مش منصوح للمرضى هذو أكيد هنا خطره ما زال سخون ما زال بش يفرز الغازات متاعوه هكذا الجاز كلو بش يخرج بش يقلق ياسر ياسر الخبز أحسن حاجة بش يقلق نيش يكون بيت وإلا بشمط بسكوت واضح يعني على طريقة نقليوها في المقلة وإلا ندخله للفور في الفور ليس في المقلة في المقلة بش نحطوه زيت بش نحنا هنا زيوت ديما لي شخطوه في المرحلة أولى في الرجيم ماذا بينا الزيت زيتونة نستعملوه هنا ولا الزبدة يعني ما نقليوش شخطوه المقلي لي بالكل الباناية تسكية باناية ديما حاجة فورة وإلا في الفور يعني في المقلة هنا نحس أنه بالحق معناها عندهم الحق أنهم يتشكيوا من الأعراف وعندهم حق أنه يزمهم حمية غذائية خاصة يعني مثلا اللي موجود عنده المشكل في عائلة يلزم معناها زوجته ولا ولدته تتعب معه شوية بش نجم يتوفر له هذية الكل صحيح شخطوكا مرحلة أولى ديما نقول هو يحس روحو تحسن شوية وبعطي بلا يدخل بشوية بشوية يعني نوسع شوية في المقلات بيه وقتاش نمشيوا للعلاج وقتاش يقول لي يزمنا نمشيوا للطبيب ونطبعوا نصائح طبية ونيخذوا دويات نقولوا أحنا بخلاف هاللي كنا نحكيوا فيه الكل بيه هناكي ما قلنا وقتلي تتفوت ثلاثة شهر مع تشهر شهرين وأنا باقي متقلق يعني هنا ما عشنا حاجة عابرة ما عشنا نحكيوا على حاجة مجرد جوز تقلق عابر وكهو لا هنا نحكيوا على حاجة مزمنة على حاجة أنت رو عندك حساسية للمكلة هيكي ما يزمك شتكلها لذي متعفك شتكلها لك هنا تفوت ثلاثة شهر شهرين إذننا ندويوا على الحاجة هذه هنا يراه الدوي بشو نقوله المرض هذي يراه ما فيهش دويات حتى كي يمشيوا الدويات وليش يكون بالضبط هو بالأساس جاسترولوج بطبيعة بشي شوفوا كان فيما تصويرها بشي عملوا كله ومع أنت بشي عملوا تصويرها على الأمعاء الغليظة بشي شوفوا شنو المشكل بطبيعة بشي يكون طبيب مختص في المعدة يعني جاسترولوج ومبعض بطبيعة لازم الحمية خطر كي ما قلت راه الدوي اللي بشتعطى بشتعطى تعالج الأعراض يعني مثلا كان واحد جاه بالأسهل بشي عطيه معناتها الدوي اللي هو يوقف الأسهل كان واحد بشي عطيه انتيسبازموتيك اللي هو بشي نحي السبازمو وكل كرامب كان واحد عنده قبض بشي عطيه حاجات لكساتيف يعني هنا بش نعالجه الأعراض لكن العلاج الأساسي متاع المرض هذا راه الحمية والليجين دو في بصفة عام النمط الحياة الصحية والليجين دو في والتغذية هنا نشكر برشا على اختيار الموضوع فقط نختم في 30 ثانية لو تسمح الرياضة هنا منصوح بيها مش منصوح بيها تعاون وقلا ما تعاونش أول حاجة الرياضة مهمة برشا 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 خاطر كي ما قلنا من الأسباب الرئيسية هي ستخيس والضغط النفسي بش نعملوا رياضة بش نتحسنوا برشا يعني نفسية متاعنا بش نتحسن برشا دوك سبوغ مهم حاجة أخرى ياسر ياسر مهمة أن نمغضوا بالجدية الماكلة راهو عنده دور كبير أن نمغضوا ماكلتنا بالجدية معني هنتريثو ناكلو في عقلنا ناكلو وقتنا بش نمضغوم لحملي حملي الماكلة نقول وحنا بين 4 ساعة 20 قيقة وحنا نمغضو هذه الحاجة الثانية الحاجة الثالثة لازم نرقدو بالجدية مهم برشا نشبو برشا ما وخاصة لازم ناكلو أورخ فيكس وناكلو في دون الكالم يعني احنا نقولو لازم ناكلو في في سكون معتا مدوش ياسر باشا حس بحذينا وماذا بينا أورخ فيكس معتا ديما في أوقات ولعشين وخروا فيه من وخروش فيه لعشين ديما مع الستة سبعة من المغرب ديما يكون بكري خيب يا انتي هكا ان شاء الله تكون فت شريحة كبيرة أنا واحدة من ناس استفت من نصايحها امتاك مشكورة برشا وفاحدة دينا من بنزرتها وجينا خصيصا لبرنامج هذا الصباح باش مشاهدين يستفيدوا من الكلام هذية الكل نمشي ومش نبعد البعيدة باش نقعدوا في مجال الطبي ولكن في اختصاص مغاير معاك حنان مرة أخرى سباح النور سباح الخير انيس أهلا وسهلا ومرحبا بكل متتبعي القناة الأولى احنا متوجدين في مقر النقابة الوطنية للصحفيين في مواكبة لندوة حول مرض الكليو كما نعرفوا انه هذا اليوم يتم يعني كل يوم خميس يعني ثيني خميس في شهر مارس من كل سنة سبق هذا اليوم يعني اليوم في عديد النزل وعديد الأماكن وعديد الفضائيات في الجمهورية انه عديد الحملات التحسيسية حول التقصي لأمراض الكليو اليوم تحيي الجمعية التونسية كيف ما قلت لأمراض الكليو وتصفية الدم وزرع الكليو كسائر الجمعيات الوطنية لطب الكليو في العالم وبمبادرة صادرة عن الجمعية العالمية لطب الكليو والرابطة الدولية لمؤسسات الكليو وبمشاركة الإدارات الجهوية للصحة اليوم العالمي السابع عشر للكليو الذي يوفق كيف ما قلت يوم الخميس عشر مارس لكن اليوم فما ندوى ويحمل تحسيسية حول التقصي المبكر خاصة لهذا المرض هذيك عليش بشيحتين عليها أكثر تفاصيل السيد محمد مونجي بيجا وهو نائب رئيس الجمعية التونسية لطب الكليو وتصفية الدم وزرع الكلان قولك أهلا وسهلا ومرحب بيك أهلا وسهلا في البداية باسمي الخاص وباسم كيفة أعضاء الجمعية التونسية لطب الكليو وتصفية الدم وزرع الكلان حب نشكر التلفزة الوطنية اللي تنقلت هنا باش تغطي الندوة الصحفية اللي تنظمها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي السابع عشر للكلاء اليوم هذا التحسيسي يعني المرض مرض الكلاء نعرفوه هو مرض صامت ما فيش أعراض لكن وقت اللي يتقدم الكل ويولي شكل خطورة على الإنسان وقتها يولي فما أعراض لكن انتو ما كيفش نجموا معناتها النوعي والتوينسة خاصة الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم أمراض السكري واللي يستعملوا أدوية بغير انتظام وإلا أدوية يعني وحدهم صحيح الهدف من الندوة الصحفية هذه الساعة هو لجانب تعريف بأنشتج جمعية هو الاحتفال بهذا اليوم العالمي السابع عشر للكلاء وشفتوا توا عندهم معنا 17 سنة كل عام نحتفلوا به كل ثاني يوم خميس من شهر مارس اللي قاعدين نشوفوا فيه واللي معروف هو أنه أمراض الكلاء هي أمراض صامتة هي أمراض اللي ما ننفقوش بها حتى اللي نتوصل لطور لحالم الطورة برشا وهذا وقتها يكون العلاج والوقاية تكون صعيبة برشا ويضطر الإنسان بشي يوصل يعني لتصفية الدم ويستحق زيادة حتى زرع كليا هذك عليش أحنا المريض متاع السكري خاصة اللي مريض بالسكر ينجم يكون على الأقل يتفقد روحه مرتين في العام هكا ولاي دكتور تجنبا يعني أنه أمراض الكلاء ما تتقدمش بيه بيش ما يوصلش للقصول يعني للتصفية بيش نفهم أهمية التقصي المبكر والوقاية من أمراض الكلاء يجب أن نعرفوا إلي أمراض الكلاء السبب بمتاحها عديد من الأمراض اللي هي نجم نداويها كما بالتعديل متاحا النجم نتقيه من الوصول الأمراض الكلاء اللي هي خاصة أمراض ارتفاع بغت الدم مرض السكري حاجة أخرى مشكلة كبيرة ياسر اللي قاعدين نشوفوا فيها في بلادنا وفي العالم الكل هي استعمال الأدوية من غير وصفة طبية استعمال خاصة المضادات الالتهاب استعمال الانتبيوتيك بصفة غير استشارة الطبيب وهو اللي يوصل يعني للفشل الكلاوي النهائي صحيح فما أمراض اللي صعيبية يصير باش نداويها كما فما أمراض خلقية يتولد بيها الإنسان ولكن النجمه إذا نعمل التقصي المبكر النجمه أن نحده من تطور الأمراض هذية ونخليه الإنسان ما يوصلش للستاد أفانسي المتقدمين بصفة سريعة خاصة دكتور أنه حتى التغذية السليمة هي عندها دور يعني كما قلوا أحنا الميكلة المشحمة الملح برشة هذا يضرب الكلوة يعني يسير لعملية انتفاخ وتمرض الكلوة هكا ولا ليه؟ صحيح توا تعرفوا كما تعرفوا الفليو توا اللي ينعيشوا فيه في العالم الكل هو ضغط الدم والسكري والسمنة وهذو ما جايين بصفة كبيرة من التغذية من استعمال مفرط للسكر استعمال مفرط للملح الميكلة اللي مهيش منظمة الميكلة برشة في اللي فاست فود لبرة في الشارع وكل واللي هذية يعني بشتكوّن الارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة واللي هي تأثر بصفة مباشرة على الكلية أيضا زيارة يعني للتبيب وتفقد بصفة يعني دورية عندها أهمية أيضا الصفة العادية ينزل من نشربه على أقل إترة ونصف ماء يعني أهمية الماء بالنسبة للكلوة يعني يقولوا أحنا إترة ونصف ماء إذا كان في الشتاء لكن في الصيف تكون الكميات أكثر هذا الكل يعني يساهم دكتور صحيح وإلا صحيح يعني شرب الماء حاجة مهمة ياسر بالنسبة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة خاصة وهذه يزبنا خاصة عند الناس الكبار يزبنا نتفقدوهم بصفة دورية اللي هنا هما في الصورتو في الفصول في الصيف وواحد يعني ينسي وحتى بشيشرب الماء يزبنا أحنا نتفقدوهم وبالطبيعة الميكلة يزبنا نحاول وقدر الإمكان يعني تكثير من الغلة من الخضر وواحد ونحاول يعني بش نبعدو على كل ما ينجم يسبلنا سمنة ارتفاع ضغط الدم ولا تعاكر في المرض السكري خاصة نعرفوا إلي أيضا بالنسبة للناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي أيضا يعني الطب ما تقدم هكا وإلا ليه صحيح توافما تطور كبير في مشكلة الحجر اللي في الكلاوي اللي نشوفوها برشة زادة في المجتمع متاعنا ويلزم الإنسان ما يسكتش عليها كي يجيه كريزات وجاية عن طاعة كلاوي يلزم يستشير الطبيب المختص اللي هو عنده فما برشة طرق فما بنجمه بالأدوية نحيهم الحجر وكمن نجمه بعملات جراحية وتول حاجة جديدة فما يعني بالمنظار نجمه نحيه الحجرة باش ما تصيرش تعفونات في وسط الكلوة اللي هي تنجم تسبب فشل الكلاوي نهائي دوك نخدم معك دكتور نصيحة هامة يعني لتجنب الوصول للقصور الكلاوي كيفاش نجم تنسح المشاهدين مهم ياسر يعني الوقاية اللي حكينا عليها الكل التقصي المبكر حاجة مهمة ياسر ولكن زادة فما نقطة يمكن اللي يلزم نحكيه عليها اليوم بمناسبة اليوم هدايا هي التبرع بالأعضاء وزرع الكلاوي للناس اللي توصل للفشل الكلاوي النهائي حاجة مهمة ياسر يلزم الإنسان يعني صحيح كي يبدأ عنا إنسان في العائلة أسهل برشة باش نخمه في التبرع بالأعضاء ولكن زادة إنسان في قايم حياته قبل ما يتوفى يلزم ياخذ قرار هل أنه متبرع ولا لا وهذا حاجة ماهيش صعيبة يلزم ينجم يحط في بطاقة تعريف الوطنية متاعه صيفة متبرع بعد تخمين بيانسير يحطها وهي تسهل يعني بعد وفاته تسهل حتى على العائلة القرار في حالة ما كان وفات بطريقة موديمار يتسهل على العائلة وأنها تاخذ القرار وما تقعدش هي تاخذ القرار في مكانه لأن العائلة ما تحطش في وضعية صعيبة وهذا معناه التبرع بالأعضاء هو حاجة حاجة مجتمعية ما تهمش كان الناس المرضى بأمراض الكلاه ولكن تهم المجتمع التونسي الكل ويلزم معناها نحاول ونحس قدر الإمكان بالحكاية هذه شكرا لك دكتور تقريبا اخذتوا فكرة على هم النقاط وعلى المواضيع اللي شيقع ترحى اليوم وهي حملات تحسيسية الغاية منها الحفاظ والحماية وسلامتكم بنصاقح هذه تقريبا اللي اخذتوها من عند الدكتور إن شاء الله يتم تطبيقها ونتمنى السلامة والصحة والعافية لكل التوينسا خيتي من نقطتنا الخارجية عودة لان لك إيناس الكلمة لك تفضل شكرا جزيلا حنين القسمي مشكورة على تأمين النقطة الخارجية هذه احنا ديما نحب نكون في قلب الحدث وين ما يكون من خلال وحدتنا الخارجية من خلال زميلتي حنين القسمي إن شاء الله جيكم المعلومة في وقتها ومحاينة هنا في البلاتون الفرعي كل أربعة سعيدة باستضافة المهندس ديكور نجمة دين الحمروني أهلا وسهلا قبل كل شيء سباح النور سباح النور يناس سباح النور سيد المشاهدين ما يتبعو فينا في تونس وخارج تونس تكاثروا بدونها تكاثروا اي مشاء الله عادتقول مشاء الله تبارك الله ما تبارك الله من شاء الله طبعا ايش حب انت لأن حبهم دين ما تتبعونا نحن وبما أنت اليوم واطني المرأة اليوم العالمي اليوم العالمي ضوق المرأة هي أكثر نسانة تبع الديكور وتهتم الديكور اي وضوقها المرهب وحسها وذين فرصة باش نعطيوها أفكار باش نعم بيه شدي ولو أنه مجال ليس حكرا على الرجل والدليل أنك أنت حاضر معنا الهوني ما هنيتني شما أنت مبروك حقا هنيتك عن طريق صفحات الواصل الاجتماعي أما هنيتك عن مباشرة لكل حال خلينا مرة أخرى مستيش أحنا على هيمش اليوم العالمي للمرأة ونعاود نذكر بعد شوية بشيكون عنا تقرير حول نجاحات المرأة التونسية بش نحكيه أيضا على ولوج المرأة التونسية واقتحامها لبعث المشاريع الخاصة بش نحكيه في الصعوبات والتحديات بعد في فوروم استنيونا وديما المرأة ذوقها استباقي برشا في الديكور التي تعرف معناها تلقى عندي ديما عندها أفكار استباقية تلقى تعامل مع المرأة والراجل الراجل عنده لك المرأة ديما الأوث معنا عندها الأوداس لحقيقة كنجون بنيومنزل حكيوا على البنيس يخطوه مش عالي بش يعمل شوية تخولات جنرال مومع شكون مهندس الديكور الحقيقة يعني شكون اللي صوته يفرضوا أكثر وإلا تلقى عنده اقتراحات أكثر زوج ولا زوجة في الفلوس تلقى الراجل بتباتل حال لكن في الطلبية تلقى المرأة ولو تطلب حاجات طلبية ساعة تظهر لك غريبة لكن في الأخر تقول والله في النهاية المومعنا بشرتاح وتعرف برشا حاجات احنا اليوم اخترنا ركر مهم برشا اللي هو أول ما يقدم من الحقيقة يعني أغلب الضياف ونقولوا احنا اللي حدهم حد معنا بيدخلوش البيوت النو ويدخلوش الدخلاني الرسميات التشريفات كان نحبه هو سالون المكان الديبلوماسي ما نستقبل فيه حتى واحد مثلا مشي واحد يخطبه في بنته ولا مشي دخلوا السالة ولا مشي فرحة في حاجة ديما السالة هي المكان الرئيسي منيش نحكيو على بيط القعادة ع سيجور نحكيو على سالون سالون هل هو عادة تنفيذاء ما نستعاملوا شاسر معناها نستعاملوا ديمة القعادة خاطرين لقاعاته نحكيونا تقريبا ملكوجينة وكذا لكن السالون هو المكان يعني يستقبل فيه الزوار معناه مكان الرسميات الرسميات ممكن من سيروش فيه خليو ديمة محتوت غادي صحيح ديمة على ميتي نحنا ديمة على ميتي خبي حاجة ماكل على ميتي يجب أن يكون هناك عصير على الميت يجب أن يكون هناك الكربية يجب أن يكون هناك الكربية لا يجب أن نفعل ذلك قل لي في العادة في الجديد بلتو يقول لنا ياسر ندخل طول نلقاوا الصالان و أنت تسلح لي لا ديما مخكينك بل فمكلي هول معنى هولدو معنى هولدو بريباراسيون بشمكاشروخ مباشرة في السالة لكن ديما السالة هي المشاقبك هو المشاقبك بل ما تمشي أي بلاس أخرى هذه هي تصوير الأولى هذه هي تصوير الأولى بشنا نحكي عن الفكرة هذه وأنه المور اللي هابط مستقفة هذا المور عنها مستقفة يجب أن يكون هناك حيط مالفوق لنجعلناك الدجاجمات مالفوق إربحنا المساح أولاً وحطينا في التالي وتنجي بقول حيط هذا كم التالي أخرى تعطي على بيطلقعات يجب أن تدخل دائرة لا تنجي بيطلقعات لكنهم محلولين وليس محلولين وكل مور وكل مور وكاركاس مغلفة تنظرك أنه تنظرك صورة غريبة لا تنظرك لا تنظرك نعم تسحق مساحة؟ لا تنظرك مساحة لا تنظرك مساحة يجب أن تقسم بيطلقعات تقسم بيطلقعات تقسم بيطلقعات وكاركاس مفكرة ويجب أن تعمل تخضب حاجب وهناك مجرد تقسم بين الساعة ويجب أن تنظرك نحن لا أهمية الفقرة أن نأخذ الأفكار هذه فكرة الصورة هذه كنا نحكيه ترفع الهول دو بريباريسون داخل واحد الدار يأخذ بك لسيباريسون ذوكم تأتي القصة هذه السالون يعطي على إسفاس وذير فما كوجينا أفون فما الكوجينا جاء في الأخر بكل لكن هذا سيني إسفاس محلولة لبعضه صالة ممكن تلقى قريبة شوية من غادي تلقى الكوزين أفون لسالون لسيباريسون فما زاد اللون الأبيض يوحي بالإتساع والشساع يوحي بالإتساع ولما تدول بكثرة كنا نقول الأسود والأبيض وليس علوانهم لا نقول اللون بوردوسيني فيه أموة معناها نوتر معناها حاجة نوتر وتجي مقطة زينا بالمخادة تحط مخاد ملونين تحط حاجة والماتير التي تجيب تكون كوير تجيب تكون قماش تجيب تكون والوراح هذه كم الخشب هذا كخشب هذا كي سيبار كما قلت كنا بين الهول كما حكينا اللي فيدوا سوربريز بعد داخل الدار ليس مش بش أروحوا طول مباشرة بالصالة أي أكسيبارازون يتخلي نحن دوم نسميهم بفوز سيبارازون يعني ما همش يحيوت يوري ويحبيوا فردو على الأقل لك المشبك هذك أك البرمقلي احنا أقوله برمقلي بتاع بكري كي تدخل ويحب معنا إنسان يلقى روحوا في السلم فضاء من غير ما حتى يبتفهم شخص الداخل ما يتقلقش أكسيبارازون يتخلي يستأنس بالمكان الساك مش يدخل كي ما حد يدخل طول لقى ناس كل مقابلته كي ما يدخل يلقى أكترف سيبارازون هذك يدخلي يتستأنس معنا يتسادبت للمكان ثم يلقى راحت ويدخل بعد فمت به سانتريسان دو هذه سيبارازون مهمين في الحكاية هذه صورة تورة هم اختيارات هم اختيارات وديما نقوله والناس فيما يعشقون مذهب هاو تصوير هذي مثلا حاجة أخرى تماما حكينا ذكرش على الحجارة الحجارة كيف وظفناها هنا كون الحائطة ذاكة اللي هو الحاجة يناس الحجارة تمشي برشا مع الخشب واذا قلناها قبل وهذا ساملان جنته الكبير إلى بوا الخشب والجلد هو البرادوكس المفرقة شوية يعني يوحي بالدفء الخشب والدليل هون فم الشمينية في وسط الحيط الحائط الحيط كبير برشا خلفناه بالحجارة كما يتحدث أنا أقول الخشب برشا بالدفء قلناها حجارة حجارة لا حجارة حجارة خطر الشمينية بعد ذلك كانوا مفرقة شمينية ممكن أن يكون بسخانة قاعة البابي بان صحيح هنا هنا نحاول كما ننصح معناه الكبير نقول لهم حجارة أولا هناك حجارة من خلق تضرير هنالك حجارة يلسق الحجارة لكنه يستحمل الحرارة بالشمينية ومعناها ودكوراتيف أكثر وتشوفك لرليف متاعه خطل حجرة البابي بانتلاك بلع بينما لحجي جارة تلقاها فيهم لرليف سي بلو ناتوريل معنا صحيح تحس حاجة ناتوريل أكثر والحاجة جميلة زيدة إنه حاجة مغايرة حاجة مختلفة حاجة هات الألوان البنية هذاك والبنية الداكن وبنية الفاتحة كسرناك كسرناك بك البيض الكوير اللي في الواحد بورمترون فالور هكالكولور دي بوا حاجة نهو معناها ركزنا عليها أكثر سلطنا عليها هنا مثلا هذية هش فرما فضاء فرما دوبل أتور هذية فرما سألة دوبل أتور كلا حاجة فرما كولور الفوق هون فوق السالة معناها تلقى ثلاثة وثلاثة وهنا تعمدنا حفظنا على اللون الأبيض لكن ما قسمناش بالأفاكا نليمان كولور أخر خلينا في الارتفاع هذا تعودنا به في بني الفرانسيس سنقول واحدة البناءات القديمة الموصلة في دولس وهي بناء فرنسي كنا عملوا هكا يعني عن طبق ميزانين ميزانين هذا منصوح به مش منصوح به نحكي على التهوء كنحب فيه ساعة الفضاء يسخن ولا يبرد طبعا أنت تخزر علي منك البلار وصل حتى تسقف على السيمترا تروائي تروائها معناها ويعطي برشة ويعطي برشة وهذه معناها موك إشكال في الهنسة بتاع المكان وأنه معندوش مني ناخذ ذو ومن المكان من الغادي ومن المكان من هذا تلزينا لكي عطلنا في النفو وخلينا الصالة تفتح الفضاء الفوقاني وهذا كان الوكولوار اللي هبتك معنا من القديمة البلوك نويت القالفوق عادتني لكن الملاحظة الشنية السيباراتي بين دون نفو الناس هي البواء اللي عمناها خليناها أبيض خذو كان عمناها كولور أخ راوي لا ترانشي ان دو النيفو راو تقص في زوز صحيح خلينا أبيض بش يظهر بش تظهر الكنتونيتين بتاع نيفو برشا يحبوا الأبيض راو برشا يعني مهما نفتحها على برشا ألوان برشا يخيروا البياض والأبيض يقول لك البيض ما يربطوا في حد شيء البيض أرم ايه البيض أبيض ودليلوا اللي السالة ونعملها تجم تحطها نوار تجم تحطها مارون بيش أي تلعب على الألوان حتى في الزربية اللي مش حطها في القاعة ولا في الفنت به تصويره هذي باركنت اللي عجبني فيها هو الإضاءة وحجم المكان الإضاءة والمصدر بتاع الإضاءة ايه هذي نسألون نيفو طوالي كانت تبت هذي تلقى فما درجة بش تطلع لها وهنا نقول النيفو اللي يعملوا فيه في الديار والله برشا الناس هربت منه خطر على لما لحاجة ديم فما كان الدرجة تعثر يعني بش التعدم كلمة كلمة مش يعثر وقالي إذا كان مش يحفزها بحاجة في كون سيباراسيون ايه مش ولي يعمل يفا ترانشي للدرجة بخصام هادات ولكن يحب يبدل رأيو زيدا مثلا تكون هذيك عايق الدرجة بشي نجم يبدل في الدكار شوية صحيح لكن الدرجة برشا الناس كانت تحب على هذي الدرجة وكانت تطلع بالنيفو أنا أعطيت تصوير لك بش نحك في جسئية هذه وللنيفو وللنيفو وللنمو مقلق يسر صورتوك تطلع او نوتور مم تطلع الدرجة والدرجة تطلع أنا حتى حتى هذاك الصالان لا يوجد نهاتو صحيح نجم 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 هذاك لا يوجد للمنجم يزم الصالان توقض كان غادي لا يوجد مثلا تقول هذي كالرده مثلا بيت فطور بيت قاد ونقل بالصالان في بلاس أخرى لأنه ديجان مو كان مهيئ للصالان والدرجة هذاك العقق لنأخذي العقق متع الدرجة هذاك هو العقق معنى أنك تفض مربوط يجعل لك اختيار في اختيار واحد في اختيار واحد بيه ليس ملتي شواء نقول لهم بيه ليس ملتي شواء ما عندك عدة اختيارات وعدة تحتية مالية بيه تصور هذية شنو هذية هذية عكسنا هذية عكسنا هذية عكس نيبو هذية قبل كان موجودة بكثرة معاش ممكن ببارشة نسيتها الفكرة هذية وانك تحبت صالان بالدرجة فما تقريب كاتل سنك نيبو منا فما رب بخمسة درجة هذية مغربية شوية الفكرة ولا يمكن مغربية متع قاعدها متعلمها متع وأنك تحفز المكان في مكان معين وتخلي لزيس باس وزالانطور تخليهم ديجاجي وجي للصالان تحطها في الوسط وتعبطلها بالدرجة ويسي تريد انترسان وتخليهم تحفز المكان يحس بروحها نيبوها والقاع معناها سي اجريابل معناها فما خمسة درجات كان لحظت 15.5 وما جي 75 سنتيمتر هذية قاعدة سي لوتور متع الظهر متع بانكيت النيبو النورمال هو سوزان 15 خمسة درجات تحفز المكان تلقى الظهر متع الفتوية فرد نفوه والقاع وحلوه برش الفكرة هذه ومتع واحد عنده مساحة ومتع واحد عنده مساحة وعنده واسع بالبشي ينظف زيدا شوية نرى المرأة اللي فيها تتحرك زيدا تعرف كي يدوم مش فرد نفو وشي خطوك تبدأ هابتا يعني أسعب شوية لحقيقة واحنا توانسة برشا ما يحب ونضافها كينك يزرسقوا الماء ويبدأ يجري ايش بشي يلموا الماء كي تبدأ عنها وخلقنا من الماء كل شيء حي وخي والطهارة وهالكورونا هذي زيد خلينا نعشق الماء يلا تصويره هذي كيف نرجع بك للأبيض والأشكال الدائرية هالي برشا ناس قولك شكل الدائرة وحلوه برشا وطري كونفورتابل فماشك لزونغل هاي 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 سحيح هاي أكشفت انتين مو أراندي نبوف ونراندي القاعدة ونراندي اي نبوف ونراندي 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 أكثر من هاي محلة بالحق البيض مزين برشا نحن نقوله هو السيخرة وفي تونس زيدة أما هو من أحلى الألوان وأكثرها روحة نعود ونرجع لك لأنه يلمز بين الخشب في القاعدة والكوير معنا الجلد هذو مزوث حاجات يتمزج برشا 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 في صورة بريسك تلقى الخشب إما تلقاه في اللوح والقاعدة تلقاها مثلا ولا العكس ولا العكس والقاعدة تلقى الخشب كونابلو باركي واللصانة مخدومة أفاكين كوير بلون نوتر فيش حتى كله وتعملوا القاعدة بالنوار خدت القاعدة ديمة عرضة تتمسخ فيها وكذا وكذا النوار يستحملوا بيه وكاعدتك شوية بال اي بندفر مش براجماتية شوية ناديما نمشي للحازات العملية صورة الموالية مثلا عنا تصورة أخرى لا معنا نشيبت أصويرا أخرى نحن نحن واقعنا حبينا نحكي ويهالمرة الجاي ندخل في المجال متاع القاعدة نحن نبديما بالقاعدة بينا نسلو بشوي شيء اي إن شاء الله يارب يا سيدينا بخير إن شاء الله ما سيدي علينا تبقى الخير وبالحق ثلاثة هيقل من شهر ونقوله على الشهر الأفضيلة وبالتالي حصتنا جاي how to speak وعلى الدكور معناها تصويق الأماكن في رمضان وبالك الكليم العربي والمرقوم وبالك الحاجات وما برشة فقط نحن نجيب صور للخيان ونوريهم كيفاش نجم ونوثوا مكان بتاع قعادة حلوة متاع رمضان اللي تخليك شرحك بش احنا بش تكون الحلقة اللي قبل رمضان ان شاء الله يعني الأسبوع القدم لي مع زميلتي فاطم الأسبوع اللي قبله يكون آخر أسبوع معايا قبل رمضان نستبقنا وياك ونعملو جولة مع توينسن حهيقوهم كيفاش احنا نحن تتعرف نجم في تونس احنا كان عيد كبير محليهم عاداتنا اللي تورثناهم على أمهيتنا وأجديدنا نبدلو في دي كوردار نزينو حتى نبدلو سيرفيس تاولا نعملو حكا رتوشيت نحن نشيهم أفكار احنا سورتو رمضان معنا رمضان واحد القادة متاعودي ما يحاول بش يعمل حاجات اللي تخليه يشري حتى على القادة يشري على الامبيانس تلقى كلمة والجو العائلي وانا حبو نحطيهم لوردون جوم معناها للقادة وكيفاش زلدي نجم ويزوقوا المكان متاعوه انا نشكرك برشا لحقيقة وخليني نضرب موعد مع سيد المشاهدين كل مرة والحزة تتواصل ان شاء الله في رمضان تتواصل بشكل رمضاني جديد فيه برشا أجواء ان شاء الله بيشتعجبكم وطرقلكم وحتى شوية لمسات في الديكور شكرا لك مهندس الديكور عايشك نيس عايشك برك الله فيك أهم من كل شيء نكفتنا ببنك الأفكار الهديكور شكرا جزيلا عايشك يلا نمشيوا نبدلوا للإيقاع الصباحات تكون جميلة ومفيدة وقد تكون فيها الأخبار الإنية والحينية وتكون جميلة أيضا من خلال فقرات كما هكا وخير من هكا زيدا كي نبدأوا نسمعوا أنغام قاعدة في البال نوردين البيجي وراجعين كاملوا استضافتنا في البلاتو الرئيسي موسيقى اشتركوا في القناة يا أبو سعيد العالي شرفنا بالنور شرفنا بالنور مقامك عزيز وغالي مقامك عزيز وغالي مقامك عزيز وغالي مشهور مشهور مقامك عزيز وغالي مقامك عزيز وغالي الخبر وين مكان المرة هذه شأننا التربوي بشهزنا لرحاب الجامعات التونسية وين عاشنا ثلاثة مارس وصلح لضيفتي على إقاع ما يسمى بالانتخابات انتخابات المجالس العلمية مرحبا بك أهلا وسهلا بك دكتورة مونية العبيدي نورتني بالحضور دكتورة وستيدة جميعية أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك تشرفت بالحضور معاك والبرنامج هذا الحقيقة محبوب برشا من التونسين والحمد لله لأنه متنوش يعني ضم كل شيء وأي واحد بشي يلقى روحه فيه والحمد لله هذه نعتز بها منك دكتورة والحقيقة الفقرة اللي ينتفيها هي من الفقرات القارة زيدها اللي نسعى ونجتهد أنه تكون موجودة لأنه نعرف من رياض الأطفال من المحاضن للمدارس للأعداد للثنوي للجامعات الأسرة التونسية هاجزها الأول هو هذا يعني وتقريبا فماش واحد عنده صغير ولا أكثر في التعليم وفي مدرسنا العمومية نحكيه على حدث نجم ونصفوه بالحدث الكبير مهم كان حطوه ساعة في إتارو وقلت أنا ثلاثة مارس يعني تقريبا نفس الدات في كل عام تقريبا تختلف شوية لكن في نفس الفترة تم الانتخابات ممثلي طلبة في المجالس العلمية بيه قولي ساعة شنو أهميتها يقول القائل للانتخابات هذية وحنا طوى ولينا والحمد لله في العشرية الأخيرة عنا دربة وعنا عرف مع الانتخابات التشريعية والرئاسية البلدية وغيرها الانتخابات في رحابة الجامعة التونسية شنجم الضيف والله نبدأ وصع كل بلاد في العالم هي تقاس تقدمها وازدهارها بالعلم بطبيعة الحال وبالبحوث والجامعة هي الفضاء اللي حقق هالبحوث هذه والتقدم العلمي لكن الجامعة موش هذا فقط الجامعة زيدا هي فيها يعني الشريحة الشبابية هي اللي تملأ الجامعة هي مستقبل البلاد يعني نحن نحكيه على في تونس على أكثر من 360 ألف طالب في مؤسسات جامعية كبيرة من الشمال إلى الجنوب لكن الجامعة إلى جانب وظيفتها العلمية فيها وظيفة تنشئة تنشئة اجتماعية على مبادئ الحرية على مبادئ الديمقراطية على مبادئ المسؤولية وهذا هدف عملية الانتخاب في حد ديتها انتخاب هيئة للتمثيغ الطالب به أننا نحيي فيكم المبادرة هذه ولو نحب نحل القوس دكتورة التجربة هذه قاعد تعميمها في السنوات الأخيرة حتى في المدارس الابتدائية ونظهر لسيتك عندك فكرة أيضا في المدارس الاعدادية والثانوية يعني قد يش مهم اليوم غرس هالقيم هذية متاع المواطنة اللي احنا في شوفها نعمر خلطنا نتنفس ديمقراطية وعننا جرع عدد ديمقراطية يعني اليوم المبادئ هذية نسعى قدرة امكانها تكون موجودة فيما بالك في صفوف الطالبة هو ثم مفهوم مفهوم الجامعة القاترة يعني الجامعة ونقول المؤسسة التربوية القاترة يعني المؤسسة التربوية وخاصة الجامعة يلزمها تكون هي قاترة الشعب القاترة فين تهزنة هذه القاترة هذه تهزنة للتقدم للإزدهار لزرع قيم المواطنة المسؤولية خاصة تنربط دكتورة لو تسمح يعني بالانتخابات في دراسات هذية كلام مثبت مش اينا نقوله يعني عزوف الشباب على انه يمشي يخرج مداره يمشي يقترعه يمشي ينتخب هذية معناها صيحة فزا كنا قلناها حتى من منابرنا الاعلامية اكثر من مرة باستثناء الانتخابات الرئاسية الاخيرة اللي ترشح فيها سيدة رئيس الجمهورية الحالي قيسة سعيد اللي كانت الخزان الانتخابي كان نجمه نقوله الكبير هو من صفوف الشباب باستثناء هذا كان نرجع على اللي فاتوا الكل الشباب في عزوفتان هذا صحيح الشباب عادة يعزف على المشاركة في الحياة السياسية كون القاوي يمشي للانتخابات الانتخابات البلدية او انتخابات رئاسية هم الناس الكوهور الناس الكبار لكن دور جامعة لهنا انها عندما احدثت الجامعة هذه الانتخابات يعني في الوسط الطلابي اولا لتعويضها على الممارسة الانتخابية تعويضه انه يختار يختار من يمثله يختار شكون يتكلم باسمه والحقيقة ثم اقبيل كان في صفوف الجامعة يعني عندكم قائمات برشة ثم ترشحات دعني اخذوا شوية فكرة اكيد يعني هي كيفش تكون الانتخابات يجب ان يكونوا ثم ممثلين على الطلبة ممثل على كل مستوى عادة الكليات او المؤسسات الجامعية اللي فيها ايجازة وماجستير ودكتورة يكونوا ثم ثلاثة ممثلين للطلبة يقدموا ترشحاتهم عادة من يعني من اتجاهات مختلفة معروفة يقع تعليق هذه يعني هناك تواريخ يعني تواريخ محدة ما تتعلق القائمة المترشحين يحدد يوم للانتخاب وهو انتخاب سنوي على فكرة يعني عليش سنوي لتشريك اكثر عدد ممكن من الطلبة في التحمل المسؤولين ونجم يكون اللي ترشح في سنة نهائية عام الجاي بتبعته مش موجود في خليفة رغ كذية الدورية يفرضها سنوات الدراسة في الجامعة قل لي أصوص الديمقراطية متوفرة شفافية الانتخابات ومثلا ما نعرشي إذا كنتحب تنزجوا تعملوا المنوال أنا نتسائلوا برا مثلا هيئة كما هيئة ليزي مراقبة الانتخابات وعندكم هيئة أيضا مراقبة شفافية الانتخابات داخل الجامعات الحقيقة الجامعية هي قايمة على الانتخابات رئيس الجامعة منتخب العميد منتخب مدير المؤسس منتخب مديري الأقسام منتخبين أعضاء المجلس العلمي في صلب المؤسس منتخبين أعضاء المجلس الجامعة منتخبين يعني ما هيئة تدير أو تتولى المسئولية في الجامعة إلا وهي هيئة منتخبة هذه QUEG معني الديمقراتية في أبها تجليتها ه molten الديمقراتية في أسمى تجليتها في رفع الجامعة التونسية نعم نزعي لليس تكون في الجامعة الديمقراتية micDI ما كانتش الديمقراتية في الجامعة قاطرة الشعوب لأين не تكون بي خلينا ساعة نحب معناها بالحق نقرب شوية ونقرب شوية للناس فكرة الانتخابات بتاع المجالس العلمية بعد ما يترشحوا وبعد توسيم أنا أعلنت النتائج وأصدر الستار على الانتخابات كما أي انتخابات وبعد عملية الاقتراع وغيره صوت الفائزين اللي يترشحوا وفازوا استشاري وإلا مسموع هذا هو السؤال الأهم بعد الفائز هو يعني الناس الكلة يتبادر لذهنها أنه ممثلين التالبة هم بش يدفعوا على التالبة صحيح هذه الدفع أنهم بش يكونوا يحضروا المجالس العلمية دوريا يعني دائما في كل مجلس علمي يقع استدعاء ممثلي التالبة لكن مش هذا فقط مش هذا فقط وهذا النجم نقول اللي هو آخر عنصر من عناصر دور ممثلين التالبة ممثلين التالبة هي إعداد نخبة قيادي هم بش يكونوا حلقة الوصل بين الأطراف الجامعية الكل بين الأسد بين الإدارة وبين التالبة هم بش يتوليوا التوعية توعية التالب بحقوقه وبواجباته زيادة يكونوا هم مطلعين على القوانين وينجموا يسهلوا برشا حاجات للطالب زيادة كيف يعمقوا روح المسئولية والديمقراطية نحكيه على دمقراطة الحياة الطلابية تدعيم العلاقات بين مختلف الهيئات الطلابية أيضا حاجات أخرين أنهم ينظموا أيام دراسية ينظموا منتدايات حفالات لمالة يعني دورهم كبير قد يش يأهلهم هذا خوض تجربة الانتخابات وخوض تجربة تمثيلية وأنهم يمثلوا زملائهم الطلبة في أنه يهيئهم بشكل أو بآخر لحياة المهنية نهاريخة أنت شبت في نقطة من النقاط قلت الروح القيادية قداش نجم التنفع للروح القيادية هذية في أنه نهاريخر ما يقفش حق القدام وأنه يلقى عمل أو يبعث مشروع أكيد أنه يمثل شريحة كبيرة من الشباب اللي هما كيفوا أكيد بش يحكي مع الناس بش يستمع للطلاب الزملائه ثم في المجلس العلمي يكون عنده الجرأة أنه يحكي في المواضيع هذه أنه يدافع أنه يلاحظ نقاط النقص أنه تكسبه شخصية الشخصية الطالب تتبلور من خلال أنه يكون في الهيئات هذية الجيميات نجم تعطيها الغذاء الفكري تعطيها المعارف والمهارات ولكن التجربة هذه هي تجربة حياتية ربما حجمها زيدا لا يقل أهمية أو يظاهي لتقدمه له الجيمة من المعارف مباشرة سيبراهيم الريحاني بش نحكيه في موضوع كنت أعلنته من بداية المشوار نحكيه للأسف اليوم على تصدر تونس أو من الكنسامي والبلدين العربية واللي فيها نسبة الطلاق أكثر نلقاه تونس من بين الأوائل علش لأنه ما نعرفوش نختاره شريك الحياة هذا موضوعنا بعد الشارع اشتركوا في القناة